تتواصل فعليات مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في دورته العاشرة على مصرح السوري الشمالي بالقاهرة يعد مهرجان الطبول بمثابة رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة كما يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ يستمر بمصرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية فعليات مهرجان الطبول الدولي والذي ترفع نسخته هذا العام شعار حوار الطبول من أجل السلام ويستمر المهرجان في نسخته الحالية هذا العام حتى الثاني من شهر يونيو مصر رائضة في التواصل بين الشعوب المختلفة وفي الحوار الثقافي والحوار الحضاري والحقيقة دي المهرجان ده أكبر نموذج يدل على هذه الصورة الإيجابية اللي بنصدره لكل الدول المشاركة اللي معانا لبلادها من خلال أنهما بينقلوا هذه الصورة إلى بلدهم مهرجان يكتمع فيه العالم بموروثاته الثقافية الفنية في لقاء ترافي عالمي فريد يعكس ريادة مصر واحتضانها للحضارات كافة فهنا فرق من كل القارات أتت بموروثاتها الثقافية الفريدة لتقدم مصر للإنسانية درسا أن اختلافنا للتنوع والثراء وليس للفرقة والانقسام إحنا فرقة ريدة طبعا يعني الفرقة الأمة للفنون الشعبية في مصر أو في العالم فهي فرقة دي دايما بتنشر الثقافة بتاعت مصر يعني إزاي الإسكندرانيين بيعيشوا مش بس بيرقصوا إزاي الصعيد إزاي وسط البلد الأماكن القديمة في مصر إزاي النبيين ففرقة ريدة دايما مش بس هي حاجة فنية أو ترفيهية لا هي بدأت إنها بتحدد أو بتحدد وبتنشر ثقافة مصر وإزاي إحنا بنوري الناس ترسنا صراحة أنا مشتركت دي كده سنة الثالث ومشاركة جميلة صراحة والمهرجان دي جو جميلة وبيخلينا نغير يعني من الأجواء يعني صراحة حاجة جميلة خالص يأتي هذا المهرجان ليتوج نجاحاته السابقة بنجاح جديد هذا العام للسنة العاشرة على التوالي والذي أسس له ويترأسه الفنان انتصار عبد الفتاحة عشر سنين من الإبداع والتقلق مش قادر أقولك هو بيبذل موجود إزاي علشان كل سنة يبتكر حاجة جديدة عن السنة اللي قبلها وكل سنة بيبقى فيه فرق مختلفة عن الفرق اللي قبلها بس فيه في نفس الوقت فرق سابتة بتبقى حريصة جدا جدا نهاية شارك معنا في المهرجان ويقام مهرجان والطبل الدولي تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثارة ومؤسسة حوارة لفنوم ثقافة الشعوب